موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء قال مارتين جريفاث وكيل الآن الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الدبلوماسية السياسية الدولية فشلت في إنهاء الصراعات حول العالم بما في ذلك اليمن الذي يشهد حربا وضعقد من الزمن وضف جريفاث في آخر إحاطة صحفية له قبل نهاية مهمته في آخر يونيو الجاري أن اليمن لا تزال إحدى الأزمات الكبيرة في العالم ولابد من إيلاء الاهتمام بها معربا عن أمله في إنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثية الإرهابية خرج العشرات في احتجاج واسع بمحافظة حضر موت تنديدا بتردي خدمة الكهرباء بالتزامن مع احتجاجات مماثلة في عدن وأفادت مصادر محلية أن محتجين أغلقوا الطريقة الدولية بمديرية الريدة وقصير الرابطة بين اليمن وسلطنة عمان أشعلوا إطارات السيارات التالفة ما تسبب في توقف حركة السير للتنديد بتردي خدمة الكهرباء والمطالبة بحلول الارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي في المديرية كرمت دائرة الإنسانية للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية 350 من جرح الجيش الوطني والمقاومة ممن يتلقون العلاج في المشافي المصرية وجرى تكريم الجرح والمنتسبين إلى المناطق العسكرية الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة وقوات العمالقة بمبالغ مالية وشهائدة تقديرية أولنا اليوم في تعز عن وضع الحجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض بجامعة تعز ضمن دعم البرنامج لقطاع تعليم في اليمن وذلك بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وفي الفعالية كشف وكيل المحافظة عبدالقوي المخلافي عن ترتيبات لإنشاء محطة بقدرة خمسين ميجا وايت تعمل بالمزوط سيتم تنفيذها بدعم سعودي شهد الريال اليمني تحسن طفيفا أمام العملات الأجنبية وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى مستويات غير مسبوقة وذكرت مصادر مصرفية أن الدولار الواحدة بلغ 1760 للشراء و 1771 للبيع في حين بلغ الريال السعودي 464 ريال للشراء و 465 ريال للبيع ختام هذا المجز إلى اللقاء